نهارك سعيد توني نهارك سعيد أسمى 27 أيلول منطلع عليكم كمان بحلقة جديدة على مدار ساعتين ونص مواضيعنا مختلفة وعديدة بتبدأ بالأدب والتغذية طبعا تغذية الأطفال هالمرة رح نحكي في عنا يوغا اليوم بآخر الحلقة ويوغا الأطفال كمان اليوم في عنا تغذية أطفال ويوغا الأطفال نحكي لك بشكل خاص عن يوغا الأطفال لهيك أنا رح أدعي كل الأمهات يتابعونا ما يفوتوا الحلقة الفقرة الأخيرة من الحلقة لأنه أنا متأكد رح تكون فيه معلومات جدا مهمة لنشأة الأطفال بشكل خاص مشاهدينا أما بالفقرة الأولى رح تكون فقرة أدبي بامتياز قد انتشر الأدب التركي بالعالم وأدثر عنده مكانة وصدارة بجهود بعض الكتاب والأكاديميين وحتى الجمعيات الأدبية التركية لخلت الأدب التركي ينتشر بكل دول العالم ويكون على الخريطة العالمية للأدب العالمي صحيح رح يكون في عنا ضيفنا من أنقرة من استوديو أنقرة مباشرة مشاهدينا رئيس هيئة المكاتب المكاتب بقولوا بالعربي ما هي؟ المكتبات المكتبات بتركيا على فقرة شخصية جدا مهمة من الأدباء والأكاديميين المهمين من أهم كتبه هو التعددية بالمجتمع التركي والتسامح بشكل خاص على فقرة أنا ما عدا قصة المكاتب عندي أسئلة عن هالموضوعها بالذات لأنه يمكن نحن هالأيام بحاجة كثير لمعلومات أكتر عن وضع مجتمعنا النسيج المجتمع لأن الأتراك والعرب بيشتركوا بهالتعددية والتسامحات بشكل خاص يمكن هايدي الأيام هي أكتر الأيام نحن بحاجة لأنه نقدر نتعرف على أصلنا بشكل خاص أكتر وأكتر صح ورح نحكي معه بالتفاصيل عن مشروع تيدا اللي هو مشروع انتشار الأدب التركي بالعالم مشروع لسنوات ووصل لعدد الكتب التركية في الساحة العالمية الأدبية إلى ما يقارب 400 ألف كتاب صحيح خزينة من العلم مهمة كتير لهيك الفقرة الأولى فقرة أدبية علمية زخمة غنية جدا لكن بفقرتي بفقرة حياة طبيعية مشاهدينا رح نتناول موضوع التغذية للأطفال بشكل خاص لهيك أنا مثل ما قدمت النداء للأمهات خصوصا هايدي الفقرة كمان مهمة كتير الأطفال على مر الأعمار مراحل الأعمار شو هي نوع التغذية اللي لازم تركز عليها الأمهات بالنسبة للنشأة الصحية للأطفال إلا جاني بدريك عنا كتير تقارير مميزة ببرنش بانوراما في عنا تقارير عن السجاد التركي ومي ما بيحب السجاد التركي كل السواح العرب والأجنب يجو تا يشترو السجاد التركي كمان عنا ضيف جدا مهم ياسين علي تركري رح نحكي عن مهرجان الأفلام الوثائقية ألف واحد صحيح هو رئيس جمعية المهرجان اتحاد المهرجان الوثائقي رئيس اللجنة رئيس اللجنة صحيح رح نحكي معه فعلا في مشاركة مهمة كتير توني حتى في مشاركة عربية مهمة على فكرة بالمهرجان طبعا طبعا أكيد في مشاركة عربية بمهرجان الأفلام الوثائقية ويمكن نحنا كتير عنا هيك خانقول شو تراب خصبة للأفلام الوثائقية تلعدي بكل الأمور عنا مثل جدات سياسية واقتصادية ودينية واجتماعية شو بدك في عنا بالدول العربية طبعا مشاهدينا لتوضيح يمكن الفكرة وشرحها أكتر وأكتر معنا مباشرة من ستوديو أنقرة هو المدير العام للمكتبات ودوره النشر بتركيا البروفيسور دكتور أونوركولا نهارك سعيد بروفيسور نهاركم سعيد ألمنا لكم بسا موفقا أهلا فيك أشكركم بروفيسور أنا حابة أسأل في البداية لحضرتك شو رأيك بشو رؤيتك لهالموضوع هذا المشروع بشكل خاص وبالنسبة من منظار موقعك بشكل خاص إذا فيناك تحكيرنا خلال السنوات الأخيرة بتركيا بدأ إنتاج الكتب ونشرها والأدب التركي وتم بتعرفها لدول العالم وهي أحد مشارعنا المهمة في تركيا حاليا الأدب التركي من ناحية الإنتاج نحن سعيدين جدا بهذه النتاج نصل عليها اليوميا في تركيا يتم كتاب ثلاثة حكايات يوميا في اليوم وهذا عبارة عن إنتاج جيد في تركيا نحن كعلماء في عالم الأدب أفتخر بذلك لأن الشعر حاليا في تركيا له عمق كبير في التاريخ التركي بما ذلك الأدب التركي بجميع أنواعه الدراما الشعر الحكايات أصبحت تركيا تقوم بإنتاجها بشكل كثير جدا وكسيف وهذا عبارة عن تراكم معلومية لما هو في تنوع الأناضولات مع التعددية في الأناضول الموجودة في الأناضول مشاهدين مثل ما حكى الكون توني اليوم موضوعنا تغذية الأطفال أكيد موضوع بشد اهتمام كل الأمهات لهيك في عندي ضيفة متخصصة بالتغذية أيشان أرجان أهلا بكي أيشان أنم أهلا بكي أيشان أنم أكيد مهم جدا جدا تغذية الأطفال خصوصا حسب الأعمار وحسب المراحل الأطفال على مر المراحل بالنسبة لألك متخصصة تغذية ممكن تخبرنا لكم مرحلة ممكن نأسم أعمار الأطفال حسب نوعية التغذية بشكل خاص بالنسبة لفترة الأولى هي من صفر إلى عمر سنة واحدة وهو يتحول الطفل يعتمد في التغذية على الرضاعة من أمه وبعد ثلاث سنوات هو عبارة عن فترة الطفل الحليبي رغم أنه يستطيع أن يأكل بعض الأطعمة ولكنه يجب أن يأخذ له الحليب يعني بالنسبة من ثلاثة إلى ست سنوات هو ما قبل المدرسة وهو من ستة إلى أربطعش عام هو فترة المدرسة وبعد أربطعش وثمنتعش يكون في المراهقة وبعد الثمنتعش يكون البالغ وفي كل فترة له تغذية خاصة شو حلو هالتقرير بيلين هانم هيدا صفك يمكن فعلا صف ممتع جدا أنا حابة أسأل بيلين هانم أدي ضروري للطفل اليوغا وأدي بتفيد لأي درجة بتفيد لنفسيته ولصحة سلامة جسمه بالنسبة لليوغا هي مفيدة جدا من كسير من النواعي بالنسبة لنموه لأنه عندما يقوم بالحركات عندما يكون هناك نمو في خلايا الدماغ وبالنسبة للأطفال يتعلموا كيف يستخدموا جسمهم كيف يقفون بشكل مستقيم وكيف الوقفات الصحية والمهم من كل ذلك للأطفال هناك كثير من المخاوف التي يشعر بها الأطفال وعندما يمارسون اليوغا يعرفون كيف يتغلبوا على هذه المخاوف الموجودة بنفسهم بحيث يسيطروا عليها من خلال نفسهم ويتخلصهم منها نعم لأنه بعد أن يقوموا باليوغا يشعر بالاستقرار النفسي بشكل غريب وجادينا نستضيف معنا رئيس لجلسة مهرجان للأفلام الوثائقية ياسين علي التركري أهلا وسهلا فيك رح نحكي أكثر عن المهرجان أولا سأبدأ بأول سؤال لش سميتوا ألف واحد المهرجان لأستمنوعين جاي معرجان الأفلام الوثائقية هو منتشر جدا وشائع جدا وكل شخص استمع له بنمازج معينة ونحن في تركيا وفي أدول العالم هناك حكاية كثيرة لشرحها لذلك فكرنا بأنه على مبدأ ألف ليلة وليلة بهذا المنطق وهذا كان منطلق تسمين ياسين بأي عمره 15 سنة المهرجان مثل ما ذكرت حضرتك بالنسبة لك من خلال اطلاعك المباشر لموضوع الأفلام الوثائقية بقطاع الأفلام بتركيا وين شايف اليوم قطاع الأفلام الوثائقية بتركيا هل هذا المهرجان عمل نوعا ما إضافة أو تشجيع لانتشار وتطوير هذا القطاع بشكل خاص مهرجان الأفلام الوثائقية ألف وواحد هو أول مهرجان يتم تنظيمه في تركيا وهو عبارة عن أول حادثة في هذا الموضوع كما تعرفون هناك على السينما هناك حملة جميلة جدا في السينما التركية يعلق بالشرق الأوسط والبلقان وفي هذه المناطق على الأخص في الشرق الأوسط والسينما في البلقان وفي où هناك اهتمام في السينما التركي وفعل أكثى في أفلام الوثائق التركية في الشرق الأوسط وفي البلقان يتم شهدته من قبل عدد كبير من الناس وزارة الثقافة والسياحة في تركيا بدأت أن تدعم ذلك الموضوع وتدعم الأفلام الوثائقية المنتجة وهناك عدد كبير بدأ يظهر على الساحة وزيادتهم في إنتاج هذه الأفلام وكما هو الحال على المستوى العالمي وبدأت تنافس الأفلام الوثائقية في جائفية أنحاء العالم معكم مشاهدينا بموضوع الأفلام الوثائقية مهرجين الأفلام الوثائقية وانضم لألنا مستوديو مصطفى أولو أهلا وسهلا فيك حضرتك رئيس لجهة مهرجين الأفلام الوثائقية شكرا لكم يمكن أول سؤال كمان لحضرتك تختاروا لشي خطرتوا عنوان المهرجين خطأ النظام موضوع المهرجين هو خطأ النظام شو العنوان ومن شو جاية نظام مين خطأ النظام هذا العام لقد سمي بهذا الاسم بالطبع للأفلام الوسائقية طبعا السبب كان بشكل عام الدنيا والقرى الأرضية هناك خطأ في النظام ما هذا هو الخطأ طبعا لو نظرنا إلى أطرافنا وما حولنا جميعنا نعيش في الدنيا في جميع أنحاء العالم القوميات اللغات الأديان تختلف والحدود تختلف ودائما هناك معارك وشجارات بين البشر وفي تركيا أيضا هناك هذا النظام بين العالم الذين يعيشون في تركيا ويزداد هذا النظام مع مرور الزمن وتتحرك بسرعة وتملك التسارع حتى في بعض الأحيان تتوسخ كثيرا وتبلغ حدود قاسية جدا ولا يمكن تعقيب هذه الشجارات والخلافات وأصبحت عادة ولكن البشر لا يعلمون ولا يعرفون الأهداف التي تكون سبب لهذا النظام ترجمة نانسي قنع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا